شدد مجلس الوزراء العراقية على أنه سيتعامل وفقا للقانون مع أي معسكرات أو مخازن أسلحة غير مرخصة واجه رئيس الوزراء العراقية عادل عبد المهدي بإجراء تحقيق شامل في حدث انفجار مخازن العتاد بمعسكر السقر الجنوبي بغداد وتعويض المتضررين كما وجه باستكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات إلى خارج المدن شكرا